السلام عليكم ورحمة الله معكم ايمان مستعد ورجعت لكم فيديو جديد كانت منم الله هالدرس اليوم يلقاكم وانتما بخير وعلى خير رجعنا من جديد في موضع الجديد وفي موعد جديد وفي عمل جديد ان شاء الله كيف ما كتشوفوا البنات هاد القفطان هادة اللي راني خدمت جيت من طبيعة الحال نشارك معكم طريقة العمل للبنات غنبدأ معكم ان شاء الله من طريقة الفصالة غنشوفوا كيفاش خدمت هاد العقيقة هادة اللي حطيته بلصف العقاد غنشوفوا كيفاش طرزت كيفاش نبت كيفاش منطيت القفطان كامل بلا ما نحتاج اللي معلم نهائيا بلا ما نحتاج للسفيفة ولا العقاد جاق في طنا رائع جاق في طنا رومي ومختلف على العادة صراحة رائع رائع جدا واللي زاده روعة هو الاسود وكان عارفوا الاسود كان عارفوا سيد الالوان الاسود في الاسود صراحة جا رائع هاد قفطان البنات الفصالة دياله مغاير على القفط اللي كان عارفوا كاملين غنشوفوا ايضا كيفاش خدمت لي هاد المضمة هادي غنشوفوا كل شي طريقة الفصالة كيف قلت لكم انه مغاير فهو قفطان قذب وفي نفس الوقت صاية طويلة كلوش ان شاء الله غنشوفوا كيفاش ستيل ديالو كيف ما قلت لكم اراها مغاير بزاف المضماتة هي مغايرة شكلها راقي انا البنات ما خدمتش لكم على القفطان مباشرة لانه الاسود في الاسود ما غاديش يباليه مع التصوير لانني حاولت وما بينش انا غنخدم معاكم على التوب الابيض ابقاوا معايا باش نشوفوا الطريقة اذا اللي بنات كيف ما قلت لكم فانا من قبل حاولت انني مني كنت خدمة في القفطان انني نصور لكم ولكن مجاش واضح مية في المياه فاضطريت انني نخدم القفطان بو حديته او تصوير نخدموه لكم حتى هو بو حديته الرشمة البنات اللي خدمت بها القفطان هي هادي رشمة مسغرة يعني خديت منها غير جزء بسيط اللي غادي نوريكم عليه الطريقة ديال العمل باش يلا قلتوا تطبقوها انا خديت هنا الطرف ديال البوبلين عادي وغنجي ونشوفوا مراحل ديال العمل ديال القفطان اول مرحلة غندوبا هنا هي الطرز والتنبات كيفاش خدمت الطرز والتنبات اللي عندي في القفطان ان شاء الله الحلقات المقبلة غنشوفوا طريقة ديال كيفاش منطية القفطان كيفاش دردوك العقيدات بلاست العقاد بلاست العقاد كيفاش دردوك العقيق ونشوفو كيفاش دردوك الدريس ديال العقيق كل شي هادشي ان شاء الله غنشوفوه بالتدريس في الحلقات المقبلة ايدان بالنسبة للطرز انا حتاجيش تججي الحويش بالنسبة للطرز والتنبات حتاجيش تججي الحويش هاد حاليا غنحتاجو هاد العقيق لمهرس والبوبينة ديال الطرز هي اللي استعملت مادرت لا صملة اشي حاجة هاد المرة خدمت غير بالحرير غادي نبدا والبنات على بركتي الله نبدا والطرز ديالنا غناخدو واحد ستيلو البنات غين ماركي ضروري هادرشي ما هادي ماركي البلاسة او اللي علمي البلاسة اللي رك بغيتيها تكون طرز والبلاصة اللي رك بغيتيها تكون تنباتي يعني باش ما ترونيش الخدمة ديالك تكون يملول مقرة ومصمة في راسك شنو غادي يكون هنا وشنو غيكون هنا مثلا انا البلايس اللي انا بغيتهم يكونوا بطرز انا كان ماركيهم بستيلو حيث كيف كتشوفه رشي ما فيها بزاف ديال العرش اللي هم خارجين وفي نفس الوقت متشابكين مع بعضياتهم كي يجي واحد الملتقى بيناتهم وكي تشابكوا مع بعضياتهم فمن الاحسن ماركيهم وإلا كنتي قد تخدمي على الاسود بحال كيف خدمتانا غديري التباشير راه سهل هكا باش تعرفي شنو غا تخدمي هنا وشنو غا تخدمي هنا كانت مننام الله باللي تكون الفكرة وصلت لكم هنا غا نخليه تنبات مثلا كانت بقايت خالفي في العرشة ديالك مثلا هذا درتيه بالطرز اللي انفاس معاه غيكون بتنبات وهكذا وهكذا وانتي كتلعبي في دوك العرشة ديالك كيف ما بغيتي ترجمة نانسي قنقر اذا البنات غا نبدو هنا كيف مما كتشوفو كان بدو من الفوق من الرأس ديالك ديال العرش ديالي كان بدو الحريرة البنات مبرمتوش كيف مما كتشوفو وراه هو على ثلاثة ديالشعرات بوبينا منبروماش وعلى ثلاثة ديالشعرات والبران نمرة خمسة أو ستة ديال الرندا غنب الدادابا كانت هنا البنات بالنسبة لبنات اللي مغاوي خدمو باليد هاد الجوز أنا وريتولكم فقط جوز صغير كيفاش تخدمو بيد الدروس مفصلة بالطرز الرباطي اما بالنسبة لي انا البنات غادي ندوز الماكينة باش نكمل هاد العروشة هادو اللي بغيت نعمر باش نختصر الوقت ويلا بغيتي انا كان نعرف بزاف المتبعات ديالي خدامين غير ببيديهم فهدي هي الطريقة اللي رك غا تستعملي سهلة جدا في هاد الموديل هذا انا غا نكمل ونرجع لكم البنات اذا البنات انا هنا انتقلت الماكينة باش نحاول انني نقتصر علي شوية الوقت وبالنسبة للبنات اللي ما عندهم ش ماكينة انا وريتهم كيفاش غا يخدموا بيديهم وبالنسبة لك الى عندك الماكينة فهي طبيعية الحال غا تسهل عليك الخدمة وغا تنقص عليك الوقت ما تنسيش الى كنتي مشاهدة الجديدة القناة ديالي فما تنسيش تغطي على زر الشراك وتفعلي الجرس باش يوصلك الجديد دائما وبالنسبة المتابعات الوفية ديالي فانا كندعوكم للصفحة ديالي في انستغرام او الحساب ديالي على انستغرام غا تلقاوه في صندوق الوصف وغا يدهل لكم ايضا دابة على الشاشة سوف نحط فيه جديد الموضيلات ديال الجلالب والقفاطن اذا البنات هنا واحد الملاحظة صغيرة وفي نفس الوقت مهمة بالساف هاد الملتقى البنات اللي غايجينا منه العقيق شفتو اللي خلينا على حساب العقيق فما غايخسناش ندوزو بالطرز مني نكونو نازلين بالعرش ديالنا ما يخسناش ديك البلاسة نقيسوها بالطرز علاش غايجينا مروو والعقيق مني غا نبغيو نخدمو فبنيتبدي هابطة مع العرش ديالك خلي الفاراغ وخد كوني في نفس الخط خسو يكون عامر لا انتي غا تنقضيه باش تخلي بلاسة العقيق فين يكون وغا نجيو البنات بعد ما طرزنا غا نجيو المرحلة ديال العقيق هنا استعملت العقيق الكاسي او للمهرس غا نبدو نعمرو عادي البنات غير واحد حاجة مهمة مثلا هاد الخط كي هزليه ثلاثة ديال نورمان مو كي هزليه وحد ثلاثة ديال العقيقات انا غا يخسنين ديال ربعات العقيقات علاش باش يجيك ذاك الخط يجي ذاك الصف ديال العقيق يجي بومبي ويجي مهزوز شوية هاكك كي يجي المنظر دياله احسن من انه يكون مبسط على التوب غا نبقى وغا ديال البنات على هاد الشكل كيف ما قلت لكم كانت بنا من الله اللي فكرة تكون واصلة لكم مني تكوني مثلا غا تحطي في مثلا ثلاثة ديال العقيقات انتي خي يخسك مثلا مني تكوني غا يخسك حسبتي ولقيتي باللي ثلاثة ديال العقيقات اللي غا يخسك تحطي انتي حطي ربعات ديال العقيقات هاكك هدا كوا الشكل اللي كي يجينا به العقيق بومبي وهاد الشي كامل للبنات راني دايجة شرحتو في الدروس الاولى اللي على القناة بالنسبة لبنات المبتدئات هنالبنات شفتو الفراغ اللي قوت لكم يبقى ديال الطرز مني تكونو كالطرزون فما تدوزيش بالطرز ديال نيشان منيني بلك ذاك الملتقى ديال العرش بجوج بهم منيني يكون يعني دايز فغي خسك تحبسي في ذاك المكان شفتو عندما ذاك العرش اللي قدامي فهنا راني حابسة الطرز يعني كتقطعي الطرز لانك انا مشيتي نيشان فغيجي شي طالع شي نازل ماي غا تجي طرزي فوق منو ماي غا تجي عفوان تنبتي فوق منو فغيجي بين مسعق بواحد شوية ما غيجيش جميل في المنطقة صفي البنات انا تقريبا هنا قربت نساليش يتغي نوريكم هاد العريش صغور ما الاحسن انكم تبدوهم الفوق وانتو ما نازلين يعني كتجي ديك تقم قيمة باش غديروها غديروها غيب عقيقة عقيقة وانتو ما نازلين حتى كتبدو كتوسعوا مع الرشمة وهاد الدرس البنات بالتفصيل المومي اللي راه محتوط على القناة يعني هاد الدرس راه منزل انا شارحا اللي بنات للمبتدئات في اولى الدروس اللي راه منزلها على القناة الى مقدرتيش توصل لها فانا غنخليه لك في صندوق الوصف اللي كين تحت الفيديو مباشرة غترجعي لأول درس ديالتنبات او عفوا يمكن تاني درس بالنسبة لبنات المبتدئات اما بنسبة لبنات اللي بدو كي تعلموا معنات نبات فارها من طبيعة الحالة راه كتشوفي وكتعرفي الموضيل كيفاش غدي تخدم اذا اللي بنات احنا هنا قربنا نسالي و ما بقاش بزاف وما قدرتش نكمل لكم موضيل كامل رشيمة كاملة فقط المهم انا وريتكم الاهم والاساسي فيها وكلها باش خدمتها هنا لبنات هاد العقيق هادا زوم الرود إلا بغيتو انا راني دخلتو في العقيق في القفطة الاسود إلا بغيتو تعاوضو بيه مثلا مني غتجيل هاد العرش هادو عرش كتكوني طرزتي ذاك الاساسي دايما كيكون طرز اللي هو كبير وذوك الفروع اللي في الجناب ممكن انك واحد ديريه بالعقيق لمهرس والثاني تديري اللي انفاس معها مثلا تديري خط من الزوم الرود كتبقى يتخالفي وتلعبيه بالرشما ديالك كيف ما بغيتو إلا ما بغيتش تقدري تخدميها غيب العقيق لمهرس كلها وكاخر حاجة كنزينو بها البنات كنجيبو هاد لسان الطير فرماجة اي حاجة باطو اي منوع عندك ديال العقيق بغيتيت تتعمليه من طبيعة الحال الالوان راك غتلعبيه في اللون ديال التوب كتحطيه بحال هاد الشكل عشوائي الموضي لها هو غيتلنصد لكم دابه في الصورة وتشوفوه كيفاش مخدوم كنتمنى من الله هاد درس اليوم يكون فادكم خليولي لايكاتكم خليولي تعالق جميلة ديالكم انتظروني في التتمة الموضيل تبقوا على خير والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة